بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآله محمد الذين استطاعوا ربهم واجتباهوا واختارهم على علم على العالمين فالبراءة من عدائهم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أيامكم بولادة سيد الخلق صلوات الله عليه وآله في هذه النشأة وإن كانه في عالم نور هو أول خلق الله بلا شك ولا ريب لم يذرأ الله ولم يبره ولم يخلق مخلوقا قط لا ملك ولا سماوات ولا أفلاك ولا كرسي ولا عرش ولا قلم قبل محمد صلى الله عليه وآله الله وسلم على محمد وآله محمد وهو أول الخلق طورا وهذا ليس فقط استمادا إلى روايات رواها العامة والخاصة كقوله صلى الله عليه وآله لجابر أول خلق الله نور نبيك يا جابر وغيره من الأحاديث التي يرويها أئمة الهدى صلوات الله عليهم فقوله صلى الله عليه وآله أول خلق الله نوري خلقت من صفاء نور الله ثم خلق نور علي من نوري ثم خلق نور فاطمة من نوري ومن نور علي ثم خلق من أنوارنا الثلاثة نور الحسن والعسين الله صجع على محمد وآله محمد ثم خلق الله منا كل خير من أنوارنا هذه الروايات والكثير منها يشير إلى هذا وقبل الروايات الآية المباركة قل لمن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فأول العابدين يقتضي أنه لم يكن هناك عابد قبله صلى الله عليه وآله إذ لم كان هناك ملك قبله مثلا لكان هذا الملك عابد لله الملائكة عباد المكرمون لا يعصون الله ما أمره وكل الخلق عابد لله كل شيء وإن من شيء إلا يسبزح بحمده ولكن لا تفكرون تسبيحه فإذا كل الوجود يسبزح والتسبيح رباده فلو كان هناك في الوجود قبله شيء لكان هذا الشيء عابدا قبله أما قوله تعالى عن النبي فأنا أول العابدين يقتضي أنه أول المخلوقين أول الموجودين في عالم الوجود الإمكاني هو محمد صلى الله عليه وآله الله مصدر على محمد وآله محمد فمن ينكر حديثا من الأحاديث لا يستطيع أن ينكر الآية المباركة التي يدامنا في ثبوت ما أنكره بعض الناس والغياذ بالله أعظم نعمة أنعم الله بها على الخلق وجود وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله ولذا قال الباقر عليه السلام إذا أصفت بمصيبة فتذكر مصيبة الخلق برحيل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله فإن الخلق لم يفتلوا بمصيبة أعظم منها ما يدل على أن وجوده أعظم النعم صلى الله عليه وآله فبهذه المناسبة نتذكر بعض جوانب مقام رسول الله صلى الله عليه وآله لا على سبيل الحاصر ولا على سبيل التعريف الشامل لأن كما تعلمون التعريف فرع المعرفة وليس هناك أحد يعرف بسول الله حق المعرفة إلا الله وأمير المؤمنين عليه السلام فمثلي أحقر من أن يستطيع أن يوفي حقه في هذا المجال وإنما فقط من باب ما تيسر لنا من خلال وطيات كلمات المعصومين صلى الله عليه وآله في حقه صلى الله عليه وآله الله وصلي على محمد وآله محمد إذا نظرنا إلى القرآن لا بد من التنبيه إلى شيء وهو أن القرآن ليس كل ما فيه صريح لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرنا بأن الأنبياء جميعا بعثوا بالتصريح وأنا ورثت بالتعريض يعني بالتلميح لماذا؟ لأن الخلق والبشر في نضوج مع مرور الأزمان وكلما ازداد المضوجه وكلما ازدادت قدرته على الفحص والبيان والبحث في عميق العدارات لاستخراج الحقائق الأمر الصريح سطحي بسيط يناسب العقول السابقة أما سيد الخلق فقد بعث خاتم لا نبي بعده ورسالته صالحة إلى آخر الزمان فجعلها الله قادرة على أن تستوعب مزيد الاستضاح ومزيد البحث والعميق من جانب من جانب آخر والتصريح في بعض الأمور التي خصت بها هذه الأمة قد تثير أعداء أهل البيت فيطمصون الحقائق ويسعون إلى تزييفها وتحريفها إن كانت صريحة أما إن كانت غير صريحة فقد لا يكتفتون ولذلك تلاحظون أن كثير من فضائل أهل البيت وصلت إلينا بسبب هذا الأمر أنهم لم ينتبهوا إلى ما في هذه الفضائل من وظائف إلهية من ضمن عبارات القرآن وأساليبه نعم يوجد الصريح في القرآن وهو ما اتفقت عليه كل الشرائع والأديان مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها مثلا هذا برهان صريح يسمى عند العلماء برهان التمانع ولكن هناك أساليب أخرى غير واضحة غير صريحة مثل أسلوب المثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يعني يحتاج إلى علم وتفكر وتدبر حتى يفهمها ويستخرج منها القارئ الحقائق التي أرادها الله سبحانه وتعالى من ذلك أيضا أسلوب القصص الله سبحانه وتعالى يقول وكل ما قص عليك من أنبال غسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للذاكرين هذه الحقائق هذه المواعد هذه الذكرى لا يبركها إلا من تأمل وتبصر وتبين ما المراد من هذه القصة التي بيّنها القرآن الكريم كذلك الفضائل الفضائل ليست مدرد ثناء ومدح كما يفعل مثلا الشعراء والعذباء فإذا جاء قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظاهركم تطهيرا هذا ليس ثناء ومدحا وإنما إثبات وظائف إلهية حجية إلهية إثبات العصمة وإثبات المراتب والوظائف الإلهية التي جعلها الله لها أولابا كقوله صلى الله عليه وآله في حق فاطمة إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضب لرضاها هذا يبين أن هذه الأمة الصالحة لها مقام إلهي وظيفة إلهية مرتبة إلهية يجب اتباعها والاقتداء بها وهي حجة لله على الخلق وكذلك إذا ذم القرآن بعض نساء النبي ماذا يقصد هل مجرد فقط يعني إنقاص وتحقير لا وإنما المراد بالذنب هنا أنهن لسنا حجة عليكم ولا يقتدى بهم لا بفعل لهن ولا بقول لهن ولذا أنزل القرآن وحط من قدرهن بهذه الآيات التي جاءت في سورة التحريم وغيرها ليبين هذا المعنى فرسول الله صلى الله عليه وآله أولا هو مظهر كمالات الله ومظهر جلال الله ومظهر كمال الله وهو مظهر الأسماء الحسنى والصفات العليا ولذا جعل الله نبيه الشهادة الثانية قرنت بالأولى لهذا المعنى الشهادة الثالأولى أشهد أن لا إله إلا الله تبين حقيقة التوحيد أنت تشهد بتوحيد الله ثم الشهادة الثانية أنت تشهد بالواسطة بالواسطة واسطة الفيض الإلهي الذي جعله الله سبحانه وتعالى أول مخلوق وأنه ممر الفيض الإلهي لكل الخلق من بعده ولذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله له من المقام عند الله ما ليس لغيره في حق الله ماذا يقول القرآن فلا تضرب لله الأمثال هذه آية قرآنية تنهانا عن ضرب المثل لله لكن هل نستطيع أن نضرب المثل لرسول الله كلا تأتي آية أخرى تقول انظر كيف ضرب لك الأمثال فضل فلا يستطيعون سبيل حتى رسول الله لم يستطيع أن نضرب له المثل من الذي يضرب له المثل هو صلى الله عليه وآله الذي يبين لنا بمثل ضربه ولا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق ما بيّنه فلا يستطيعون سبيله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها يعني السبيل الوحيد إلى معرفته صلى الله عليه وآله هو بابه الذي بيّنه صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله في حق إخوانه من الأنبياء مأمور كل الأنبياء بإطاعته الله أمر جميع الخلق أن يضيعوا رسول الله حتى الأنبياء أين هذا في القرآن مواضع كثيرة منه قوله تعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولِهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّين وَالصِّدِّيقِين وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ماذا تعني هذه الآية أن الذي يطيع الله والرسول سيكون في مجموعة يدخل كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك إذا أنت أضعت الله ورسوله سوف تدخل مكان تجد فيه النبيين والصديقين والشهجاء والصالحين وأنت رفيق معهم ماذا يعني هذا أنت رفيق رفيق في ماذا في الثواب والجزاء فقط لا في الإطاعة كذلك يعني كل هؤلاء أطاعوا الله والرسول صلى الله عليه وآله 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 جعل الله من يفعل ذلك رفيقا لهم لما لأنهم رفقاء كذلك المعية هنا معية الرفقة ولكن قبلها معية الإطاعة تدل الآية على أن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قد أطاعوا الله والرسول محمد صلى الله عليه وآله ومن ملاحب القرآن آية المثاق وإذ أخذ الله مثاق النبيين الله أخذ مثاق للنبيين هذا المثاق مثاق غليظ فيه معاوضة وفيه مشارطة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم محمد صلى الله عليه وآله وآله وصدق على محمد وآله لتؤمنن به ولا تنصرنه هذا الشرط حتى تكونوا أمياء حتى يؤتيهم الله النبوة والكتاب والحكمة يسطلت عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصرون لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم فأخذتم على ذلك مصري طلب منهم الإقرار وطلب الإصف المثاق الغليظ قالوا أقررنا لم يكتف رب العزة استشهدهم قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هذه الملحمة القرآنية العجيبة تدل على أمور كثيرة منها أن رسول الله مصدق لما معهم مصدق لما مع جميع الأرضيان المصدق مطالع على كل ما عندهم لما تحب تصدق رسالة أو ورقة عند النطار ماذا يفعل يقرأ كل الكلمة ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 على رسول الله وإلا صار كجهر بعضكم لبعض وماذا يحصل الأعمال تحبت حتى وأنت غير مدرك يعني ما تكون متعمد إساءة الأذى مجرد اللامبناء يحبط بها عملك كله لأن أعمالكم جمع مضاف والجمع المضاف يفيد في اللوى الاستغرار يعني كل أعمالكم تحبت حتى الإيمان الإيمان من الأعمال مجرد يتكلم بصوت مع رسول الله ككلامه مع غير رسول الله هذا فيه إحباط لكل الأعمال إذن من هو رسول الله ومن عرفه منهم حتى ولذا كان أمر أمير المؤمنين عليه السلام ماذا كان لا يتكلم في حظة رسول الله إلا بأمر منه أمسك لسانه أدبا وأطلق سيفه أرسله جهادا بأمر رسول الله فبعد خبض رسول الله أمسك سيفه بأمر من رسول الله وأطلق لسانه فبين بلاغة وحصاحة وعلم كان قد أخله عن أخيه رسول الله رسول الله رسول الله الذي عرفه أمير المؤمنين عليه السلام حق معرفته يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرف الله حق معرفته إلا أنا وأنت فالذي هو قاصر في معرفة رسول الله لا شك قاصر في معرفة الله القصور في معرفة رسول الله يدل على قصور في معرفة الله اللهم أعرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف فهذا مترتب إنكار مقام المرسل يدل على إنكار مقام المرسل سبحانه وتعالى ولذا لما أنقصوا من قدر رسول الله ذكر القرآن أن هذا إنقاص من قدر الله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يعني إنكاره لما أنزله الله من مقامات على محمد صلى الله عليه وآله من أين هذا الإنكار والجهل والغباء والتقصير والقصور لتقصيرهم وقصورهم في قدر الله سبحانه وتعالى لأن الله جعل طاعة رسوله طاعة الله بيعة رسوله بيعة الله فعل رسوله فعلا الله وما من يطع الرسول فقد طاعة الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وما رميت إذ رميت ولكن الله هذا رسول الله الذي جعل الله له مقاما ليس لبشر ولا لمخلوق أنت إذا أردت أن تناجي الله ماذا تفعل الصلاة وناجهت بين العبد وربه صح ولا لا لازم تتوضع لازم تتطهر لازم تتهيأ للصلاة لمناجاة الله كذلك رسول الله إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا مع إنها رفعت بعد ذلك لبخلهم ولمساكهم والعياذ بالله ما يقتضي ضرورة مقام التبليغ أنه يتحمل هذه الغباوة والجهل فرفع الله عنهم هذا الأمر والصدقة ليست لرسول الله صدقة للفقير يعني ذات ريد تناجي الرسول بينك وبينه لازم تتطهر بإخراج صدقة للفقير المحتاج قبل أن تأتي إلى رسول الله لتناجيه ولذلك العيه ماذا تقول بعدها ذلك أزكى لكم وأطهر يعني هذه الصدقة التي تقدمها بين يدي مناجاتك لرسول الله طهارة كطهارة المصلين إذا أراد أن يناجي ربه إلى هذا الحد جعل الله لرسوله هذا القدر ولذا ترى أمير المؤمنين يوم قبض رسول الله أهرع القوم إلى السقيفة حتى يتخانوا على الكرسي والسلطة وأمير المؤمنين لا يرى إلا قدسية رسول الله بين يديه حياً وميتاً فأي سقيفة همه وهؤلاء يبدعون كذباً أنها ضروري هذا للم شمل الأمة وهم فرخوا الأمة في هذا الأمة لا تجتمع إلا على قدسية رسول الله ومعرفة قدره ولا يرى أمير المؤمنين إلا ذلك من ترك هذه القدسية واتجه إلى هذا اتجاه الفاسد الذي عنوانه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات مش هكذا قالوا هذه العبارة السمجة الخبيثة التي هي انفرت بها عقد الأمة ولن يجتمع إلا أن يؤسر الله لها من يصلح أمرها صلوات الله عليه فنحن فنحن في رحاب مقام رسول الله علينا أن ندرك أي عظيم عند الله هذا المخلوق أي مقام جعله الله له ومرتبة ليست لمخلوق سواه لم يوجد في القرآن نبي جعل الله مناجاته بشرفه أن يتقدم بهذه القربة إلى الله وهي الصدقة على الله إلا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلي الله صلي على محمد وعلي محمد الآيات التي ذكرها أخونا إذا تحبوا أنا أكتفي وإذا عندكم أسئلة نتكلم فيها أو أكمل أحسن أحسن فضلك قوله تعالى إن الله وملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلموا تسليما الله مصل على محمد وعلي هذا أمر من الله بأن نصلي عليه طبعا ليس هناك أمر إله سوى هذا الأمر تقدم الله بفعله يعني الله ما لنحج ورحج حشا لله أو افعله حشا لله سبحانه غنيا عن المكان والزمان والزمان والجهل وهو ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا حاشا لله إلا هذا الأمر الله يقول لنا افعلوا كذا بس احنا بنعمر انتو الآن ماذا قلتم الله اللهم صلي على محمد وآل محمد الله يقول لكم صلوا عليهم وتقولوا لا انت صلي مش هكذا احنا ما نصلي عليهم احنا نطلب من الله ان يصلي عليهم يعني الله يقول لنا صلوا انتم احنا لا يا رب انت صلي احنا ما نصلي مش هذا معنى ذوائنا اللهم صلي على محمد وآل محمد احنا ما نصلي عليه لماذا ما هو هذا ليس فيه تناخذ الله حين امر بذلك ذهبوا الى رسول الله يا رسول الله امرنا ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا الامر من عند رسول الله حتى نفهم هذا الامر وسره نبحث عن معنى الصلاة نجد ان اصل الصلاة ليست المصادق التي نعرفها الدعاء من مصادق الصلاة الفرائض الخمسة والنوافل من مصادق الصلاة لكن معنى ما هو هل هو من الصلي وهو معنى معروف والصلب وكذا الذي هي الثاني أو الشيء الذي اصطلي بالنار أم هو له سلب ومعنى خفي ينبثق منه هذه المصادق بعض أهل اللغة والعرفان قالوا أصلها التعطف والانعطاف من كل بحسبه وعلى كل بحسبه وهذا المعنى يتضمن التعظيم والتمجيد والتقدير والتكريم وكل هذه الكمالات التي تدل على شدة التقديس والتعظيم أي معنى هذا حينما نقول الله يأمرنا أن نصلي عليه ونحن نقول اللهم نصلي على محمد وآل محمد ماذا تعني تعني أننا نقول لله يا ربي نحن أعجز وأقل من أن نعظم ونقدر ونبجل ونقدس ونكرم رسول الله بما يليق به فافعل أنت يا ربي ذلك يعني إخرار منا بالعجز والقصور والتقصير التقصير لا مشهور ما في مقام إنما قصور يعني نحن أقل من أن نستطيع أن نكرمه ونعظمه ونمجده بالقدر الذي يليق به فأنت يا رب الذي تقدر على ذلك سبحانك أنت على كل شيء قدير والعظم الثانية التي لكم جميعا كأتباع أهل البيت أنه كذلك فيه ماذا عجز وقصور عن تكريم وتعظيم وتقدير وتبجيل وتمجيد آل محمد هذا هو سر أننا لا نستطيع أن نصلي عليه فنطلب من الله ذلك ليس هذا عصيانا لأمر الله والهياذ بالله وإنما إقرار منا بأننا حاجزين عن ذلك أقل من ذلك أنا حينما أقول اللهم صلي على محمد آل محمد أكره بهذا بأني أحقر وأقل من أن أستطيع أن أمجده وأعظمه وأكرمه بما يليق به فأطلب من الله ذلك أما قوله تعالى الذي قرأنا من هذه القراءة الجميلة سماحة الشيخ محمد إنا أرسلناك شاهدا هذا مقام الشاهد والشهادة والشهود لرسول الله صلى الله عليه وآله يدل على أن الله سبحانه وتعالى أقدره على أن يعرف أفعال الخلق جميعا حتى يشهد عليه يوم القيام شاهد إلهي شاهد رباني الشاهد لا بد أن يكون مطلعا على ما يشهد به وإلا يكون شاهد زور أو شاهد بالباطل لا يعرف حتى في الخصومة الله سبحانه وتعالى يطلب من العبد إذا شهد على شيء أن يكون متيقن من ما يشهد به رسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى الشمس وقال أترى هذه الشمس في وضح النهار قال نعم قال فعلى مثلها فاشهد وإلا فلا الشهادة لها مقاما مقام تحمل الشهادة ومقام تأذية الشهادة في مقام التحمل لابد من أن تكون مبرك تماما وعلى يقين بأنك ما تشهد به صحيح في مقام تأذية الشهادة لابد أن تكون معصوما عن النسيان ما تنسى ما شاهدت به وكلامه كلاهما ضمناه الله لرسول الرسول أمكنه الله على أن يرى أعمال الخلق جميعا كيف هذه شغلة الله ما شغلة تقول وقال اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول والمؤمنون ما قال ورسوله يرى والمؤمنون يرى لا ورسوله والمؤمنون بإراءة الله يعني فعل يرجى مرة واحدة فسيرى الله عملكم ورسول معطوف على اسم الله سبحانه وتعالى والمؤمنون من هم الأئمة عليهم السلام ليس كل مؤمن هنا المؤمنون فقط المعصومون الثلاثة عشر بعد رسول الله هذول المعصودين بالآية وإلا عندهم في البخار حديث أنه أبو بكر وعمر وفلان رأى رجلا في القتال قالوا يا رسول الله ما رأينا أحسن جهادا منهم هذا بطل هذا أفضل من علي من أبي فالد بالظاهر هو يعني يريدون أن يزعلون مديلا عن أمير المؤمنين فقال لهم النبي هو في النار إذن هم ماذا رأوا أن يكون هم المعنيين بقوله فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون حاشا وتم فأولي ظاهرا من الأمر لكن رسول الله من غير أن يلتفت إليه رأى رأى عمله ظاهرا وباطلا ومصيره أنه في الماء هذه الشهادة مقام الشاهد لرسول الله هل فقط في حياته لا قبل أن يأتي بهذه النشأة كان شاهدا بعد أن يرحل برضو بقي شاهدا فكيف إذا جئنا من كل أمة أشهيد وجئنا بك على هؤلاء شاهدا وهنا تفترق شهادته عن شهادة إخوانه من النبيين إخوانه النبيون شهادتهم فقط في حياتهم لأمتهم في حياتهم عيسى ماذا قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أن ترقيب عليه وشهادة رسول الله غير شهادة عيسى غير شهادة مقام الشاهدية هو أعلى مقام جعله الله لشاهد الرباني من الخلق جميعا وصلى الله على محمد وآل محمد الله مصلي على محمد وآل محمد الله مصلي على محمد وآل محمد الله مصلي على محمد وآل محمد وكذلك أجعلناكم أمة الوسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم السلام اللهم المعصوم هم شهداء على الناس مقام مراتب الشهادة عند الله في الآخرة مراتب كبيرة وكثيرة في البداية يشهد عليك رجلاك وإيداك وجلدك وكل شيء وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا إلى آخر الآيات والمكان الذي أنت فيه يشهد لك أو عليك كل شيء يشهد بعد ذلك الملكين الكتب رقيب والعتيب الذين دونوا لك كتابك كذلك يشهدون بعد هذا ثم يأتي بعد ذلك شهادة الإمام إمامك إمام زمانك يشهد عليك وبعد إمامك رسول الله صلى الله عليه وآله شاهد فوقه ثم الله خير الشاجدين هذه مراتب الشهادة تدل على مراتب الحجية ومراتب المقام ولماذا جبريل ما إدر يعبر ما عبره رسول الله إذن رسول الله كان في مكان لا يقدر عليه ملك أن يصل إليه لازم نربط القرآن ببعض بعضهم ببعض القرآن لا نهجره الرسول اشتكى قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن نهجورا وهناك ناس جعلوا القرآن عظيم أعضاء متفرقة لا يترتبط ببعض القرآن يشهد بعضه لبعض ويؤيد بعضه بعضا لماذا جبريل ما استطاع أن يصل إلى المقام الذي كان رسول الله في الميراج تخطاه ودهب وراءه هو مقام غيبي تلاحظون في آيات الأسماء بعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم يعني عرض ماذا الأسماء هنا ثم عرضها وعرضهم يعني وجودات حية عاقلة مورانية على الملاعكة فقال أنه بيوني بأسماء هؤلاء ماذا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا لماذا لم يعلمون الملائكة لأنهم في مكان لا يصل بليهم ملكة عرضوا عليهم لأول مرة الملائكة آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إذن هؤلاء في مكان هو غيب السماوات والأرض لا يصل ملك إليه النبي استطاع أن يجوز هذا المقام لأنه منه جاء جبريل ما يضر لو تقدم احترق لأنه لا يستطيع أن يتلقى الفيضة الإلهي مباشرة كرسول الله راح ذو هذا اللي يسمونه الضغط العالي الكهرباء الضغط العالي لو نزلت على بيوتنا ماذا تعمل فيها تحرقها لأننا ما مؤهلين أجهزة البيت لا بد أن يكون هناك وسيط اللي هو المحول هذا الوسيط اللي يأخذ هذا التيار العالي ثم يحول إلى قدر يستطيع أن تتحمله أجهزة البيت نفس الشيء الفيض الإلهي مباشرة لا يقدر مخلوق على تلقيه إلا رسول الله صلى الله الله غيره هو الرسول محول له يفيض عليه ولذلك باسم مواسطة الفيض 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 مباشرة لا أنا ولا أنت ولا أحد يستطيع أن يتحمل النبي يرتبه بحيث تتحمل يعطيك ما تقدر على تحمله من الفيض وهذا وهذا سر وهذا سر أنه لابد من واسطة للفيض الإلهي لبريل نفسه يحترق إذا جاز هذا المقام ما يقدر ما عنده ترانسفورمر يعني ضغط عالي يحركه أما رسول الله مؤهل جهد فجاز هذا المقام فالشهادة مراتب أحسنت وهذا يدل على سفر يعني ماذا يعني أن رسول الله آخر الشهداء يعني أن رب العزة لا يقضي لأحد بالجنة أو عليه بالنار إلا بعد شهادة سيد الخلق محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد وآله محمد أي مقام هذا نعم